هو المفروض انه يعملوا اثنين مع بعض لكن بالظرف الحالي اكيد كل واحد رح يشتغل لحاله بالبيت الجزء الاول لبريلاب نعمل سيتنج حسب البودرة يكون 1200 نعمل انابل لترانسميتر ورسيفر نعمل 8 bit transmission and reception نعمل سيتنج للرجسترز التاليات حسب الوصف الموجود هون بالجزء الثاني نكمل الكود لحتى نعمل خلينا نقدر نعمل رسيفنج للانتراكت بالجزء اللي بعده في عنا سكرين شوت لفريم اوف داتا بدنا نحسب البودرة ونحسب الداتا او نعرف شو الداتا بتبثل بالزير والون زي ما هي موجود عنا الشغل الاساسي عندنا اكيد ان نعمل موديفكيشن على البرنامج اللي سبق وشرحناه رح يكون في عنا اثنين شغالين مع بعض اكيد رح نعمل سيموليشن واحد رح يوخذ دولة الترانسميتر ورسيفر حسب الشيت رح تكون موزعة بتشوف جنب اسمك انت ما اخذ جزء الترانسميتر او رسيفر بس نفترض انك تكون قادر على فهم وكتابة الجزئين ويفضل انك تكون متفق مع زميل اليك تعطيه جزء الترانسميتر تاعك وتاخذ الريسيفر منه مثلا مشان تكون فاهم الجزئين حتى لو مطلوب منك تسلم جزء واحد كشغل بالنسبة اللي رح يوخذ جزء الترانسميتر رح يكون عنا اربعة بي زيرو بي وان بي تو بي ثري البوتنز اللي من خلالهم اي واحد من ضغط رح يطلع قيمة مقابلة الهم وان تو فور ايد زي ما احنا شايفين هون يعملها ترانسميشن نفترض للتسهيل انه ما رح يكون في اثنين بوتنز مضغوطات مع بعض الارسي سيكس بدي يكون عنا اكيد اوتبوت نختار لاو سبيد بودريت 19200 لفريقونسي اربعة ميجا هيرتز بدل ما نستخدم تي ار ام تي كقيمة بت بتخلينا نعرف انه داتا اتودات بس تخدم الفلاك تي اكس اي اف اللي بتكون قيمته لما يفضع انه الترانسميتر ريجيستر بس صير قيمته وان فبناءا عليه بعرف انه فيه داتا جديدة بقدر اعملها ترانسميشن لانك اذا عملت ترانسميشن والرجيستر فاضي رح يبعت لك ربش داتا فلازم اشيك انه فيه داتا بالاول بعدين اعمل لها ترانسميشن بتودي هاي القيمة واحد او اثنين او اربعة او ثمانية ممكن نستفيد من الانترابت الخاص من بورت بي انشانج بالنسبة لطرف ريسيفر لما توصل واحدة من هالقيم رح يختار نفس الاشي لو سبيد بودريت نفس الاشي تستطيع افمتين اربعة مجهز ليكون متوافق معو بدل ما نفعل الانترابت كاملا رح نشيك بس على قيمة الفلاق ار سي اي اف لحتى نعرف انه فيه داتا جديدة تستحق القراءة كمان الاضافة والتعديل رح يصير على الكود اني لازم اشيك على الوفررن ارور اذا فيه كان عندنا اوفررن ارور في هاي الحالة لازم اصفره البيت بعدين اعمل ديسابل اقرأ الداتا بعدين افعله مرة ثاني افعل السي ار اين مثل ما شرحنا قبل هيك اذا لا فباخذ الداتا وبعمل زي look up table او كل قيمة شو مقابلها زي ما حكينا وان لما ترازمتر يضغط على واحد البتنز الاربعة بعطينا وان تو فور ايت 令 labeling الوعي انا المقابلaces هي قيمة ستودة على importance hanes pet ஞT ثري سي zero f f zero سے ثري يعني بعمل لنا نمط معين للاوت بوت لتكون لايت الآربع اللي الصح يكونه لايت بناءًا على شو البطن اللي انضغط عندك يترانزميتر بيحدد شو الليدز اللي رح تظهروا عند الريسيبر. يعني لو كانوا طالبين جنب بعض وإحنا بدل تجربة لو كانت رح تسوي باللاب وكنا نشبك توكس مع بعض ونشبكهم بوير كابل سيريال والأول يعمل برسينج على بي زيرو بي وان بي تو بي ثري وبناء عليه يعمل الليدز اللي عنده الطرف الثاني على واحدة من الأربع أشكال اللي حكيناهم. لكن رح يسوي هلا انه كل واحد رح يكون حسب شو دوره الموزع له. يكتب كود ترانزميتر أو كود ريسيفر ويكون الكودين متوافقات مع بعض. هلا نصيحة أخيرة كمان انه هذا الكود تبع الديلي بدي أستعمل اخدمه وإحنا استخدرناه قبل هيك بال LCD experiment. كل ما أطلع باتر معين على الليد أحض أستدعي الديلي. إن شاء لو كان في استقبال داتا سريع يكون في فترة زمنية اللي تخليني أميز أو وتعنا الثاني ما يكونوا سريعات وراء بعض ويتكونوا مش واضحين. كمان بحالة الـ overrun error بدي أستخدمها لحتى كمان أعمل ديلي مقبولي وأميز إنه صارت في عنا هاي الحالة وبدل يستقبل وبعديها رجع يستقبل الـ request اللي بتتودى من الترانزميتر. مرة ثانية كالعادة الكود بيسوى عنا ككود C وككود بيك الترانزميتر بودي كودو وحسب الشيط الموزع لكم وكل واحد لا نفترض إنه يكون قادر أو فاهم الكودين يقدر يحصل على الكود المعاكس إلوه من حدا من زملائهم مش الكود أكيد مشابه إلو لا الكود للطرف الثاني لأنه أنت مطالب بفاهم الجزئين مع بعض بنذكر لازم أول إشتراء المادة النظرية قبل ما تقرأ التراتوريال بعدين تفهم بظلط اللي بدك تسويه بعدين تعمل التعديل على الكود الموجود عنا بالشيط أعطيكم العافية